بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المصطفى العدنان وعلى آله وأصحابه عليهم الرضوان اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وزيّن أخلاقنا بالحلم وافتح علينا بمعرفة العلم إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعاء ثم أما بعد أيها المشاهدون الأعزاء الدنيا هموم تصول وغموم تجول وما منا من أحد إلا وله هم يؤرقه وغم يوقظه وجرح يؤلمه فليلذ بالله فإن الله يسمع دعاء من دعاه ويبصر تضرع من تضرع إليه وناداه ومن سأل الله بصدق كشف عنه بلواه وحماه وكفاه وحقق له سؤله ومناه فيا إخوتاه الدعاء حبل موصول بالله أم من يجيب المضطر إذا دعاه ملاذ بالله تعالى هدأ توجعه وسكن تفجعه وأحسن الكلام في الشكوى سؤال المولى زوال البلوى فاستدفعوا أمواج البلاء بالتضرع والدعاء فليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء فيا كل مكروب ويا كل مهموم ويا كل مظلوم ويا كل مريض قل يا الله يا الله يا الله هو ناصر كل ضعيف ومفزع كل ملهوف ومن تكلم سمع نطقه ومن سكت علم سره ومن مرض شفاه ومن جاع أطعمه وسقاه ومن فر إليه آواه وحماه فالله الله في الدعاء ترياق مجرب وبلسم شافي ودواء كافي إخوان الأعزاء والله ما قرعت أبواب السماء بمثل مفاتيح الدعاء أجاب الله قوما أصابهم القحط والجدب ورحمهم بدعاء نملة لما خرج سليمان يستسقي بالناس وفي طريقه للمصلة أرأى نملة رفعت يديها إلى السماء تدعو الله الذي يعطي ويمنع ويلطف ويغيث قالت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فقال سليمان أيها الناس عودوا إلى بيوتكم فقد كفيتم بدعاء غيركم فأخذ الغيث ينهمر لا إله إلا الله فيا مسكين هل أنت أعجز من نملة قال النبي صلى الله عليه وسلم أعجز الناس من عجز عن الدعاء قم يا عبد الله وأرغم أنفك في طين العبودية واطرح قلبك بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار وبث إليه شكواك وبث لسيدك ومولاك همومك وشكواك لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا وبدت أشكو إلى مولاي ما أجد فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي إلى حملها صبر ولا جلد وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد فلا تردنها يا رب خائبة فبح رجودك يروي كل من يرد أيها الإخوة الأعزاء متى يرفع الدعاء إلى السماء من أعظم شروط استجابة الدعاء حضور القلب وخشوعه لله فإن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل الله والسهم لا يصيب هدفا إذا خرج من قوس رخو هذا الشرط الأول وأما الشرط الثاني فعض عليه بالنواجد تحر الحلال في المأكل والمشرب والملبس فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له فأكل الحرام من موانع استجابة الدعاء فأطب مطعمك يستجاب لك الشرط الثالث من شروط استجابة الدعاء الإلحاح في الدعاء فمن لزم الباب فتح له ومن ألح في الدعاء استجيب له أخي المؤمن احذر موانع الاستجابة احذر موانع استجابة الدعاء واسمع هذه الموعظة من إبراهيم بن أدهم وكأنه ينظر إلينا ويشخص لنا أمراضنا التي بسببها ندعو فلا يستجاب لنا دخل إبراهيم بن أدهم ذات يوم سوق البصرة فلما عرفه الناس أسرعوا إليه والتفوا حوله وهو العالم الزاهد العابد التقي الورع وقالوا له يا أبا إصحاق ما لنا ندعو فلا يستجيب لنا فقال إبراهيم بن أدهم لعشرة أسباب عرفتم الله فلم تؤدوا حقوقه وزعمتم أنكم تحبون رسول الله وتركتم سنته وقرأتم القرآن ولم تعملوا به وأكلتم نعم الله ولم تؤدوا شكرها وقلتم إن الشيطان لكم عدو ولم تخالفوه وانتبهتم من نومكم فانشغلتم بعيوب الناس وتركتم عيوبكم وقلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له وقلتم إن الجنة حق ولم تعملوا لها وقلتم إن النار حق ولم تهربوا منها ودفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم لا إله إلا الله أرجو يا أحباب أن تتدبروا الأسباب وأخبروني عن سبب واحد ليس فينا فيا أخي الحبيب بعد أن عرفت شروط استجابة الدعاء عليك اغتنام أوقات الاستجابة واضفر بها عند السجود وبين الأذان والإقامة وفي أدبار الصلوات وفي يوم الجمعة وعند نزول المطر وفي الثلث الأخير وما أدراك ما الثلث الأخير أوان القرب وإجابة الدعاء من الرب إذا أرخى الليل سدوله فهدأت الجفون ونامت العيون وتلاحمت النجوم وبقي من الليل ثلثه ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له الثلث الأخير عطاء وفير فيا من أغلقت دونه الأبواب ومنعه الحجاب هذا باب لم يغلق باب الكريم الوهاب وإلى كل مظلوم قلبه مكلوم أكلته الهموم عليك بدعاء الصحر فإنه سهام القدر إخوة الإيمان من قرأ قصص القرآن وقف على عجائب استجابة الدعاء وأيقن أن الدعاء بلسم وشفاء من كل داء وأن الدعاء يرفع البلاء ويرد القضاء فهل أم أحبابي إلى مأدبة القرآن فيا أيها الطالب الذي يريد التوفيق والنجاح والفقير الذي يريد الرزق والغني الذي يريد البركة والعانس التي تريد الزواج والعاقر التي تريد الولد والمظلوم الذي يريد النصرة والمريض الذي يريد الشفاء من كل داء أعي الأطباء هلموا جميعا إلى الدعاء لتروا بأم أعينكم عجائب الاستجابة هذا سيدنا زكريا عليه السلام يسأل الله الولد بعد أن بلغ من الكبر عتيا وكانت امرأته عاقرا فيستجيب الله له ويهبه يحيا بماذا دعا زكريا ربه قال رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فإلى كل عاقر إلى كل عقيم قم ناجي مولاك الكريم قل له رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين وسترى عجائب قدرة رب العالمين وأنت يا من يمر بأوقات عصيبة وأزمنة كئيبة وكرب وبلاء تظن أنه ليس له انتهاء تأمل عجائب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين دعوة ذنون يونس عليه السلام حين تغشاه الكرب وعظم الخطب نادى ربه بلسان الحال والمقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين دعاء مضطر محبوس في جوف الحوت في ظلمات ثلاث ظلمة البحر والليل والحوت فما كان حال هذه الدعوة روى أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يونس النبي عليه السلام حين بدى له أن يدعو بهذه الكلمات وهو في بطن الحوت قال اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فأقبلت هذه الدعوة تحف بالعرش فقالت الملائكة يا رب صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة فقال أما تعرفون ذاك قالوا لا يا رب ومن هو قال عبد يونس قالوا عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مجابة أولا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء قال بلاء فأمر الحوت فطرحه في العراء ولا زالت عناية الله تحف نبيه يونس عليه السلام إذ طرحه الحوت في عراء لا ظل ولا شجر وجسده منهك كهيئة الفرخ الذي ليس له ريش فأنبت الله له اليقطين وهو شجرة القرع المباركة يستضل بورقها ويأكل من ثمرها ويرتاح جلده لنعومتها وتطرد عنه الذباب لا إله إلا الله وتوالى غضق الفيض الإلهي على نبي الله يونس عليه السلام بعد هذا البلاء فتاب عليه واجتباه وجعله من الصالحين وأرجعه مسرورا إلى قومه المؤمنين بعد أن تركهم مغاضبا مشركين وإن يونس لمن المرسلين إذا بق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المضحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين ولعل أحدا يقول ربما كان هذا الدعاء خاصا بيونس عليه السلام فاسمع الجواب من الحبيب المصطفى روى الإمام الترمذي عن سعد بن أبي وقاس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة ذنون إذ دعا ربه وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كما أخرجت يونس من بطن الحوت تخرجك يا أخي الحبيب من بطن المشكلات والمعضلات التي ليس لها حل إخواني الكرام مع همسة الختام إذا أردت أن تكون مع الله فالزم الدعاء الدعاء عطاء ولا ترجع يدان صفرا مدة إلى السماء فيا عبد الله مد يديك وارفع كفيك وأطلق لسانك وألح عليه واشد باسمه وقل يا رب يا رب يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وانتظر لطفة وأحسن ظنك فيه والزم الباب وانتظر الجواب وأدم القرع وأدمن الوقوف وتحر الإجابة ولا تستبطئ الفرج ولا تيأس من روح الله حينها سيأتيك فرجه ويحل عليك فتحه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فإني قريب عطاء الله ممنوح وخيره يغدو ويروح وبابه مفتوح فإني قريب أسمع وأجيب يجيب دعاء الغريق في البحار والضال في القفار والمحبوس خلف الأسوار كما أجاب دعاء عبده في ظلمة الغار يا قريب يا مجيب ندعوك ربنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا تائبا إلا قبلته ولا ولدا إلا أصلحته ولا عيبا إلا سترته ولا عسيرا إلا يسرته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا من أموات المسلمين إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين